اكد رئيس وفد مملكة البحرين مساعد وزير الخارجي عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري حرص المملكة على تعزيز ومواصلة جهودها من أجل نهوض بحقوق الإنسان وصون كرامته من خلال التعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة على المستوى الوطني والتعاون البناء مع مجلس حقوق الإنسان والآليات والمنظمات الأخرى الدولية ذات العلاقة على المستوى الدولي جاء ذلك في إطار الرد على توصيات التقرير الوطني الثالث والستين لمملكة البحرين والتي استعرضت خلال الدورة السادسة والثلاثين بمجلس حقوق الإنسان بجينيف يود وفد بلادي التأكيد على حرص مملكة البحرين على تعزيز ومواصلة جهودها من أجل النهوض بحقوق الإنسان وصون كرامته من خلال التعاون ترجمة نانسي قنقر